منخفض جوي 50 يؤثر على المملكة يوم الأحد يترفق مع عدة ظواهر جوية تفاصيل بعد قليل حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعين في الأورد النهار اليوم ساتت أجواء مستقرة وارتفعت درجات الحرارة وانتشرت كميات من الغيوم المنخفضة لكن اعتبارا من يوم الأحد تتأثر المملكة بأجل الجواء خماسينية ناتجة عن تأثر المملكة بمنخفضة جوية خماسينية ترافق بعد الظواهر جوية منها الارتفاع في درجات الحرارة الرياح الجنوبية الغربية النشطة والهبات القوية أيضا والموجات الغبارية الكثيفة خاصة في المناطق الصحراوية نركز هنا حول الرياح القوية والموجات الغبارية باستعراضنا لهذه الخريطة لتوزيع هبات الرياح المتوقعة خلال نهار يوم الأحد واعتبارا من ساعة الفجر خلال ساعة فجر يوم الأحد تهب رياحة غربية تكون ما بين الخفيفة والمعتدلة السرعة قبل أن تبدأ المملكة تدريجيا خلال ساعة النهار تتأثر بالمنخفض الجوي الخماسين خلال ساعات الصباح المتأخر تبدأ تدريجيا تشتد هذه الرياح الغربية والجنوبية الغربية في عمور مناطق تمل على إثارة الأثربة والغبار خاصة في المناطق الصحراوية لكن خلال ساعة الظاهرة تشتد هذه الرياح بشكل كبير وملموس حيث تترافق محبات قوية تلامس المئة كيلومتر في الساعة والتي ستسبب نشوء موجات غبارية قد تكون قوية في المناطق الصحراوية خاصة منها الجنوبية وأيضا الشرقية والتي بدورها ستعمل على تدني وربما عدم في مدى الرؤية الوفقية أيضا المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة ستشهد أيضا نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الغربية المرافقة لهذا المنخفض الجو الخماسين وبالتالي الأجواء ستكون مغبرة في عمو مناطق المملكة يوم الأحد بالإضافة للأجواء المغبرة والرياح القوية أيضا يتوقع أن تتأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة تنتشر كميات من الغيوم والتي استعمل على هطول زخات من الأمطار قد تكون رعدية وبالتزامن مع هذه الأجواء المغبرة يتوقع أن تكون هذه الأمطار عبارة عن أمطار طينية في بعض المناطق من المملكة كون أن هذه الحالة ستكون عشوائية الطابع نذاب الآن وإياكم لإستعراض توقعات الجوية للعاصمة عمان لهذه الليلة تكون الأجواء المستقرة بشكل عام درجة الحرارة المقاسة ستكون عشر درجة مئوية أما المحسوسة ثمان درجة مئوية الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلات السرعة بالنسبة لتوقعات الجوية الثلاثة أيام القادمة أجواء مغبرة ورياح نشطة ومع هبات قوية يوم الأحد بسبب المنخفض الجوي الخماسيني ترتفع درجة الحرارة لتسجل ثمنتاشر درجة مئوية يوم الأثنين تتراجع تأثيرات هذا المنخفض الجوي الخماسي تنخفض معه درجة الحرارة وأيضا تقل نسبة الغبار في الأجواء ثلاثة درجة مئوية كحرار عمان الصغرى ثمان درجة مئوية يوم الثلاثة تعود وترتفع درجة الحرارة لتسود أجواء غائمة جزئيا سبع عشر درجة مئوية كحرار عمان الصغرى ناشر درجة مئوية بالنسبة لتوقعات الجوية اللي باقي على المدن الأردنية اليوم الأحد نبدأها من المنطقة الشمالية حيث تسود أجواء خمسينية بشكل عام أجواء مغبرة رياح قوية وأيضا هبات قوية المفرق 21-9 درجة مئوية إربد 21-10 نفس الحرارات والأجواء في كل من جرش وعجلون المنطقة الوسطى أيضا تشهد أجواء خمسينية رياح قوية وأيضا أجواء مغبرة الزرقاء 21-10 عمان 18-9 البلقاء 19-9 مأدبة 21-9 والبحر الميت 27-16 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكارة 22-9 نفس الأجواء والحرارات في الطفيلة الشوبة 22-7 معان 25-10 والعقبة 29-16 مع هبات قوية ورياح نشطة تعمل على حدوث موجات غبارية قوية قد تعمل على تدني وربما لعدام الرؤية الأفقية نفس الأجواء أيضا في المنطقة الشرقية أجواء مغبرة وتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية الأزرق 26-10 الصفاوي 24-7 ورويشة 24 إلى 6 درجة مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء تأتيكم بالاشتراك مع والسعودي وشركاه للتطوير العقاري كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو